اشتركوا في القناة كيف استطاع نادي الأهلي أن يتجاوز الآثار السلبية كان هناك إيجابية طبعا في المباراة الأولى ولكن الآثار السلبية للمباراة بعد هزمتنا فيه هو الحقيقة أنه أنا وجهة نظري الشخصية أنه النادي الأهلي كان في المباراة وكمان قدام اتحاد العاصمة قدم عرض كويس جدا لم ينقصوا إلا إحراز الأهداف والتوفيق كانش موجود خالص مع النادي الأهلي وبرضه كان فيه أخطاء في التعامل مع المباراة ما فيش كلام لكن نقدر نقول أن الآهلي تجاوز كل هذه الأمور أمام المصري في بداية أو افتتاحية الدوري العام وحقق فوز كبير فيه تقلق طبعا للوجوه المنضمة حديثا للنادي الآهلي إمام عشور ورودا ثليم قدوا بشكل قوي جدا في المباراتين الحقيقة لكن كانوا أكثر توفيقا في مبارات المصري إضافة إلى الكلام اللي بيصار على مودست أعتقد أنه صعب قوي نحكم على مستواه وعلى أداء زي ما قال كولر حتى هو الغد الوقت ما يعرفش أسماء اللعيبة يعني ما فيش مشواخد على الفرقة بالشكل اللي تقدر تاخد عليه أنه هو يعني مستوى ولا مش مستوى الحقيقي فأعتقد أنه إن شاء الله يكون مع الوقت أفضل بكتير يعني لكن هو طبعا مية في المية تجاوز أزمة خسارة المباراة الافتتاحية على كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة ده شيء يحسب لللاعبين والجهاز الفني أنه حصل بسرعة يعني ما أخدش وقت طويل وده برضو اللي احنا متعودين ومالنادي الأهلي على طول أنه زي ما بنقول الملفات كثيرة وسرعة الانتقال من ملف إلى ملف آخر ده مهم بطولات آه طبعا أنه أنت عندك لو أعدت زعلان شوية هتخسر كذا كذا بطولة صحيح المنافسة الحقيقية تقتضي من لعيبة النادي الأهلي أنه هم اللي فات ميت زي ما بيقولوا يعني فيه أخطاء أو فيه عدم توفيق فيه مباراة أو فيه بطولة معينة ده ما يمنعكش من مواصلة اللعب بقوة بعد كده انت داخل كمان على دوري أبطال أفريقيا والدوري الأفريقي اللي هو ما يقال يعني السوبر الأفريقي فمعندكش وقت تقف وضيع وقت محتاج على طول وراء بعض وراء بعض سيد محمود مباراة صعبة اختبار صعب للأهلي اختبار قدرات الفريق ومدى صلبته وقوف على الأرض صلبة وده المنافس عتيد وعنيد في الدور المصري المصري وكمان عنده خلفية أحداث مباراة دور التمانية في كاس مصر الوسيلة والانتزعها الأهلي بصعوبة بلغة باثنين واحد بلا شك أنه كل ده عمل ضغوط بلده فالخصارة السوبر في ظروف يعني غامضة من وجهة نظري المباراة كانت قوية جدا قدر المدير الفني جاهز لعبته نفسه وكان ده شيء مهم جدا أيضا ما كسبك فيها أنه عناصرك اللي أضفتها للفريق كانت مهمة جدا ريدا سليم وكمان إمام عشور بالإضافة للعناصر القديمة كمان استعادة بيرسيتاو برضو ودخوله في المباراة الشناوي ومجموعة العناصر قدرت لعبت تلمي نفسها بسرعة ما تتسلمش لحالة الانكسار اللحظة اللي تمت في الطائف ده شيء من الحاجات المهمة جدا وده تبين على قيمة الفريق أنه بيستطيع أنه يخرج من مطب يرجع يعود له الصورة بصورة قوية جدا هو ده الأهلي وهو ده جمهور الأهلي والناس طلبه كده أنه موسم صعب موسم هيبقى فيه تلاحم كبير جدا ضغوط رهيبة جدا يعني نهاردة أنت يعني بسم الله ما شاء الله بتخش من دوري تطلع على معسكر منتخب هيبقى مباراتين في الإمارات تطلع من المبارات تروع على سبعة تنزاني عندك أبنهم مباراتين في الدور الأفريقي فأنا عاوز أقولك أنه كل ده الحسابات أكيد بأمانة شديدة تشفق فيها على مين على الجهاز الفني وحجم الكبير جدا نعملات التدوير والشغل والحفاظ وكمان نخوف من الإصابات وكل ده شغل هتطلب أيضا كمان عمل الجهاز الإداري ومجلس الإدارة ومن خلفهم الجمهور كل دي هتبقى حسابات كابتل السام فلا شك أنه الفوز بأربعة سفر على منافس بحجم المصري ده من الدربيات الكرة المميزة في الدوري المصري لا شك أنه طبعا ده عمل رج وردت فعل وخالي ناس كتير تقول كلام مش بفهوم برضو فيها زيان بيتم كده بيحصل بعض الأحيان تقليل من الفوز وإيه اللي حصل فأنا عاوز أقولك أنه لا فوز مهم فريق دفع معنوية أنك تدي كمان إشارة ورسائل من برج العرب عن الدفاع عن اللقب التاريخي بتاعك تبحث عن لقب بأربعة واربعين عاوز تقدم مستويات متبهزة بطولة بطولة صعبة بطولة يعني هيبقى فائلة وغيرات مات كتيرة على فكرة لازل تبقى فاهم تلاحم أربع المبارات كل يومين وكل تلاتة مباراة هتبقى صعبة هتبقى هيبان هنا قدرة وخبرات الإدارة الفنية في أنها تتعاطى وتجدد الدوافع وكل ده كلام نازل الناس تحطه في حسابتها يعني في واحد لعيب ممكن يكسر لك الدنيا في ماتش واثنين وثلاثة ممكن يختفي ماتشين يعني يعني مسألة دنيا رايحة جاية دنيا رايحة جاية أنت كل ما يبقى عندك لو شفت يعني إحنا من اتفرجنا عن المبارات شفت حجم الكورة السابتة كانت اللي نادلالي في المبارات من خارج السندوق دي حاجات من الحاجات اللي محتاجة أنك انت زيت تستغل لها سنت بكورة السابت وممكن تخلص الماتش بكورتين يعني يعني عزولك إيه لا يعني أنا شايف أنه هيبقى فيه شكل كويس أعتقد هيبقى فيه دوافع مهم جدا للفريق هيبقى عنده هدف كبير جدا والبداية القوية مع استمرار وارتفاع الوتيرة وكلام ده وكمان حضور الجمهور يعني أنت للنهاردة برضو شي كويس أنه بقى فيه تلاتين ألف في مبارات سان جورد أتمنى أن يبقى تلاتين ألف دولة في الدول نفسنا نشوف في الدولة تلاتين ألف صحيح يا جماعة التصوير هاي فيه شغل هاي بتعمل بس الدين الجمهور الدين الجمهور عاوز شوف مش عاوز شوف المدرك فقط أنا عاوز شوف الجمهور موجود مع هذا الشكل رائع هيعملها فقط جمهور موجود هتبقى الدنيا هتبقى الدنيا هتبقى شغل عشرة عشرة فيه روح ادي الجمهور الجمهور عايز روح منتحاض تكون لوحك وتذكرت عامل شغل عشرة على عشرة ادي فرصة شوف